كادت جلسة مجلس الوزراء تنتهي قبل أن تبدأ الخلاف لم يقتصر على البند المستجد وهو أزمة رئاسة جهاز أمن الدولة بل تعداه إلى كل المواضيع حتى تعينات إدارية عادية هنا تدخل رئيس الحكومة مام سلام مستاء لرفع الجلسة فحاول الوزراء تهديئته ومنهم وزير حزب الله حسين حج حسن فاستجاب سلام ووعد بإدراج بند أمن الدولة في الجلسة المقبلة شرط تخفيف حدة النقاشات بعد ذلك طلب دولة الرئيس من المجلس الانصراف إلى البحث في بنود جدول الأعمال فتمت مناقشة مستفيدة لهذه البنود وأبدى المزراء وجهات نظرهم بصددها بعد ذلك طلب السلام من المجلس الانصراف إلى البحث في بنود جدول الأعمال فتمت مناقشة مستفيدة لهذه البنود وجهات النظر هذا لم تخلوا من الاحتقان وتبادل المسئوليات كما حصل في موضوع القمح بين وزير الزراعة أكرم شهيب وعلى حكيم كما أخذت فضيحة الانترنت حيزا من النقاش الوزير الياس بوصعب كان أبلغ من عبر عن حقيقة ما يجري بوصفه أن الحكومة تقف على شفير الهاوية فرد عليه جريج بأنه هو من يقف على شفير الهاوية وليس المجلس فلم يتأخر بوصعب في الرد وزير الإعلام بمون بس بعتقد يا أما هو حابب يعطي صورة مغايرة للحقيقة يمكن لحتى يطمن الرأي العام أنه الأمور ماشي بخير وهي مش هيك يا أما ما بعرف إذا كان حاضر أو كان خارج الجلسة وقت اللي كان النقاش حاد بهيدا الشكل ووصل لمرحلة رئيس الحكومة بده يرفع الجلسة قبل ما تبلش ويقول مجلس الوزراء ما بقى لازم يجتمع بهالحالي وبهالأجواء المتشنجة الأمور مثل ما هي ماشية ما فيها تكفي مجلس الوزراء اليوم يمكن قطع قطوع ما نهيين صعب بس قديش بيقدر يكفي هيك وكشف أبو الصعب للجديد عن موعد بدأ إزالة النفايات من الشوارع معلنا أن كل العقبات ذللت لكنه أبدى تحفظ واعتراض التيار الوطني الحر على تلزيم المناقصة لمجلس الإنماء والأعمار أنه إذا بدنا نفرج العالم أنه عم نعمل شي بشكل مختلف وجد أكتر وشفاف أكتر ومنعصات واضحة أو استدراج عروض خليكم في لجنة وزارية لما رفضوا هذا الموضوع اعترضنا نحن على البند واعترضنا كمان على تكليف سوكلين وسوكومي بمتابعة العمل بدون ما يكون فيه شروط يعني على أي سعر على أي تكلفة على أي موضوع كله هذا مش واضح عفوا على المقاطعة اليوم ظل أطلعوا بيان خلال الجلسة على سيرت النقصة التكلف أنه هن مختلفة عن السابق يعني رح يرفعوا لأنه يمكن كمية الزبالي أكبر فبهذا الموضوع رح يرفعوا السعر أكتر من قبل هذه واحدة من النقاط التي اعترضنا لها لما يحطوك تحت الأمر الواقع ويقول لك بدك نشلك نفاياتك اليوم صارها لأد السعر لم تسقط الحكومة بفخ ملف النفايات ونجحت في تجاوزه وإن مرحليا فهل نشهد سقوطها من بوابة الخلاف في أمن الدولة؟ ترجمة نانسي قنقر